بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب شرح الدروس المهمة لعامة الأمة تأليف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى شرح الشيخ هيث بن محمد سرحان يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس السادس ثالثا الصيام وهو لغة الإمساك وشرعا التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس أركان الصيام واحد النية اثنان الإمساك عن المفطرات والنية فيها مبحثان نية الفرض ولا بد من تبييت النية في الفرض من الليل أي قبل الفجر ويكفي عقد النية بدخول الشهر ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة المبحث الثاني نية النفل وتصح في أي ساعة من النهار ما لم يأتي بمفطر ولكن يحسب الأجر من عقد النية أقسام الصيام واجب في رمضان والكفارات والنذور ونفل في غير ذلك شروط وجوب الصيام واحد الإسلام اثنان العقل ثلاثة البلوغ أما غير البالغ فيرغب في الصيام ويأمره وليه أربعة الاستيطان فلا يجب الصيام على المسافر والأولى أن يصوم ما لم يشق عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أسرع في إبراء الذمة وأيسر على المكلف ولإدراك فضيلة الشهر خمسة الصحة ستة الخلوب من الحيض والنفاس أقسام المرض في الصيام مرض لا يرجى زواله ويلحق به الكبير العاجز عن الصوم فلا يلزمه الصوم لكن يطعم عن كل يوم مسكين إما بأن يجمع مساكين بعدد الأيام فيعشيهم أو يغديهم وإما بأن يفرق طعاما على مساكين بعدد الأيام لكل مسكين ربع صاع نبوي أي ما يزن نصف كيلو وعشر غرامات من البر الجيد ويحسن أن يجعل معه ما يأدمه من لحم أو دون وهناك مرض يرجى زواله ويشق عليه الصوم ويلحق به الحائض والنفساء والمرضع والمسافر فيقضي عدد الأيام التي أفطرها إذا عوفي فإن مات قبل معافاته سقط عنه بماذا يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلال رمضان أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما مفسدات الصيام واحد الأكل أو الشرب عمدا فمن نسي فصيامه صحيح إثنان الجماعة فإذا كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمته الكفارة المغلظة وهي عدق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ثلاثة ثلاثة إنزال المني بمباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحوها أربعة ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية أما غير المغذية فلا تفطر خمسة إخراج الدم بالحجامة أما إخراج الدم اليسير للفحص ونحوه فلا يفطر ستة التقيؤ عمدا سبعة خروج دم الحيض والنفاس بعض ما يباح للصائم بل عريق وذوق الطعام لحاجة والاغتسال والسواك والتطيب والتبرد مستحبات الصيام واحد السحور اثنان تأخير السحور ثلاثة تعجيل الفطر أربعة الإفطار على رطبات فإن لم يجد فتمرات وأن تكون وطرا فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء فإن لم يجد شيئا نوى الفطر بقلبه خمسة الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام ستة الإكثار من الصدقة سبعة الاجتهاد في صلاة الليل ثمانية قراءة القرآن تسعة قول إني صائم لمن شتم عشرة الاعتمار أحد عشر الاعتكاف في العشر الأواخر الثاني عشر تحري ليلة القدر مكروهات الصيام واحد المبالغة في المضمضة والاستنشاق اثنان ذوق الطعام لغير حاجة يحرم على الصائم واحد بلع النخامة ولا يفطر به اثنان القبلة لمن لا يأمن فساد صومه ثلاثة قول الزور وهو فعل كل محرم أربعة الجهل وهو السفاهة وعدم الحلم خمسة الوصال أي اللا يفطر يومين متتاليين صيام النفل واحد صيام ستة أيام من شوال لمن أتم صيام رمضان والأولى فيها التتابع من اليوم الثاني اثنان صيام يوم عرفة لغير الحاج ثلاثة صيام يوم عاشراء مع اليومين التاسع والحادي عشر أربعة صيام الاثنين والخميس والاثنين أوكد خمسة صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ستة صوم يوم وإفطار يوم سبعة صيام شهر الله المحرم ثمانية صيام تسع ذي الحجة تسعة صيام شعبان ولكن لا يكمله الصيام المكروه يكره إفراد الجمعة والسبت والأحد بالصيام فإن أفردها لسبب كيوم عرفة فلا بأس الصيام المحرم واحد إفراد رجب بالصيام اثنان صيام يومي العيد ثلاثة صيام يوم الشك أما من كان له ورد يصومه فلا بأس أربعة صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي خمسة صيام الدهر أحكام القضاء يستحب التتابع في القضاء وينبغي أن يبادر به بعد يوم العيد ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر فإن أخر بلا عذر فلا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته إلا أنه يأثم زكاة الفطر تجب على من غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو مسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى عبدا أو حرا وفضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية وتستحب عن الجنين والحكمة من مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وأن فيها إغناء للفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد وقت إخراج زكاة الفطر وقت جواز ويكون قبل العيد بيوم أو يومين ووقت استحباب ويكون قبل صلاة العيد بعد الفجر ووقت تحريم ويكون بعد صلاة العيد مقدار زكاة الفطر صاع من طعام مما يقتاته الآدميون فلا تجزئ من النقود ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراما من البر الجيد صلاة العيد وهي فرض عين على كل لأحد وتصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال ولا تقضى إذا فاتت والسنة فعلها في الصحراء خارج البنيان وتجوز في المسجد وأن يأكل تمرات وطرا قبل العيد ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن الثياب ويذهب من طريق ويرجع من آخر ولا بأس بالتهنئة بالعيد بقول تقبل الله منا ومنكم ويسن التكبير المطلق ليلة العيد وعقب الصلوات إلى غروب شمس يوم العيد وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وصفتها ركعتان قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا غير تكبيرة القيام وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصعبه